بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجيوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه رجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبعد الحمد بالله الذي أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه وأصلي وأسلم على أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعزائي المشاهدين مع أولى حلقات هذا البرنامج في العام الجديد كنت أتمنى أن نبدأ مهنئين لكن للأسف بدأ هذا العام بالنسبة لأسرة القناة والعملين فيها بخبر محزن إننا فقدنا الأستاذ خالد النقر المدير المالي لقناة فبإسم القناة وبإسم برنامج الشريع والقانون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بوافر رحمته يا رب العالمين وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يغسله يا رب بالسلج والماء والبرد اللهم ارحمه فإنك به رحم وتب عليه فأنت عليه قادر وافسح له يا رب في قبره مد البصر اللهم افسح له في قبره مد البصر وبدل سيئاتي حسنات يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه ونسأل لأهله ولأحبائه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه رجعون بازلنا أعزائي المشاهدين مع برنامجكم بين الشريعة والقانون والذي دائما وأبدا بأذكر في أولى كل حلقة عن طبيعة هذا البرنامج يعني الكي اللي بيشاهد الحلقة منفردة ما يبقاش فوصل عن موضوع برنامجنا الشريعة والقانون ما نحكم به وما أنزله الله سبحانه وتعالى وعلى مدار حلقات كثيرة جدا تناولنا هذا الأمر عشان نوضح للسامع والدارس حتى اللي حب يعرف معلومة ايه الفرق بين الشريعة والقانون وهل ما نحكم به يطابق الشريعة ولا لا يطابق وما هو المفهوم لتطبيق شرع الله يعني الشريعة قلنا أن تصلح لكل زمان ومكان تصلح للتطبيق في كل وقت ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما جاه يتكلم على المعاملات في الشريعة المعاملات اللي تربطنا في يومنا جعلها قواعد عامة قواعد مرنة تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان تتطور بتطور المجتمعات بل تتطور بتطور العادات والتقاليد وده من جمال شريعة الدين الإسلامي ومازلنا برضو في موضوع حلقة اليوم متواصلين مع الحلقة السابقة الموضوع فعلاً حازي اهتمام كثير من الناس لأنه برضو موضوع حيوي والناس كلها بتتكلم فيه ألا وهو الميراس وقانون الميراس بين الشريعة والقانون يعني تعبير بين الشريعة والقانون لأن القانون هو ما أتى في القرآن الكريم كاملاً لا يختلف عنه في شيء أبداً كذلك في أمور الزواج أمور الميراس وقلت لحضراتكم إن هذا أمر خطير جداً على العبد من الناحية الدينية نحية الدينية أن الله سبحانه وتعالى لم ينظم شيء في القرآن الكريم بحزافيره وكل صغيرة وكبيرة إلا في قصة الميراس وفي النهاية كلم أنها حدود الله الله سبحانه وتعالى نهى يتم التعدي على تلك الحدود لأنه أمر فرضاه الله سبحانه وتعالى يعني قلت لحضرتك إن ربنا سبحانه وتعالى نزل كل القوانين في قواعد عامة زي ما أتقق قانون مدني يا يولي زين أمانوا إذا تدينتم بديني إلى أجل مسمى فاكتبوه وأطلق لفظ الكتابة قانون الدولي قانون العامة كل قانون على الأرض هتلاقي له صدف القرآن لكن تناولها بقواعد عامة تتطور مع تطور المجتمعات لكن المواريس ما بتتطورش مع تطور المجتمعات ولا يحكمها أهواء ولا يحكمها قواعد إنسانية ولا قواعد عرفية ولا الإنسانية تأبى ولا مساواة الرجل بمرأة دا كلام ربنا سبحانه وتعالى فرضوا وبدقة فعلى العباد أن يلتزموا بما أمر الله سبحانه وتعالى لأن يا أخوانا والله فقدنا البركة وفقدنا معنا أول تصال تفضل أستاذ العسام من سواج عليكم السلام تفضل الله يليك سمرشار كنت طيب الأول وانت طيب يا حبيبي يوعد الأيام عليك تفضل والبقاء لله والبقاء لله الله يخليك ربنا يبارك فيك تفضل الله يخليك أنا كنت كنانت حاضرتي جب كده سمرشار بل أنا كنت مجتم في التنظيم الهدار الورق بتاع الأزهر آه يا فاكر آه تفضل أصلت لحاضرتي كده مرة يعني ما حدش رب عديم طب بص يا عصام بعد الحلقة أنا جاوبتك الحلقة اللي فاتت يا عصام وكلمني بعد الهوى الدين برضو اللي أنت أرسلت به جايز أعمل أي اتصال بزملاء هناك أشوف موضوعك وصل لفين لكن أنا طمينتك بصفة عامة أن التنظيم والإدارة بس بتجيب يعني بتشوفوا الدرجات المالية يا عصام وانت أكيد عارف كلام ده كله يعني بتشوفوا التمويل لدرجة المالية لكن طالما روحت يبقى إن شاء الله فيه خير وكلمني وأشوارك يا عصام المورس يا أخوانا أمر بعض الناس وللأسف للأسف الشديد يريد أن يعدل ما أنزله الله سبحانه وتعالى بل بعض الدول لا ما ننقلش بعض يعني هي دولة واحدة اللي اسمنا عنها اللي هي مش عجيبهم أن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين وتحت عبارات مساواة الرجل بالمرأة والمساواة والمرأة تساوا الرجل وكلم لكله أعايز سواه في المراس رغم هو لا يعلم أن الدين أعطى للمرأة أكثر مما أعطى للرجل وأن الدين ما تكلمش على أن المرأة نصف المجتمع ده الدين تكلم عن أن المرأة هي كل المجتمع هي الأم والأخت والزوجة هي من تنشي هذا المجتمع هي الأساس اللي بيخرج عليه كل المجتمعات الراقية تلاقي أصلهم أم صالحة ربت وعلمت فذلك كرم الكرآن في كل الأحوال لكن تيجي بقى ساعتك مش عجبك قصة أن هي نص الرجل ده كلام تعديل في آيات وتعديل حاش لله أن نتعدى على ما أنزى الله سبحانه وتعالى ده كرآن كريم من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه قاده إلى النار ما بلك لو عدلت فيه ولا تزر وزيرة الوزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول إذن قواعد الموريس قواعد حكمة لا يجب أن يتم الخروج عليها أبداً ويجب على الناس تتأي ربنا أولئك الذين يحرمون الإناس أو يحرم ابن أو أخ أو يأكل مراس بغير وجه حق الكلام ده أمام الله عظيم لأنك عطلت فرض من فروض الله الموريس ربنا سبحانه وتعالى أمر بها ونزلها بمنتهدق وكنا قد انتهينا في الحلقة السابقة وعرفتك أن القانون المصري نقل تماماً اللي في القرآن الكريم وأخذ بالرأي الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ده قانوننا النص الربع التمنى السوتس الكلام ده كله نقلوا بالضبط والمسائل الخلافية رغم ما فيش خلاف أو يعني أخذ بها فيما يقص الوصية الوجبة أو ما يقص اللي قلتلك الحلقة اللي فاتت ما يسمى بالمسألة المشتركة أو المسألة الحمارية أو المسألة الحجرية ده الموضع الوحيد اللي سيدنا عمر رضي الله عنه مش أضاف عمل حاجة اسمه تشريك في أمر حفاظاً على يعني الرحم والعلاقات الأسرية يحدث إزاي؟ قلتلك الحلقة اللي فاتت إن الفروض أصحاب الفروض ده نص في القرآن النص التمنى الربع السوتس نص في القرآن الكريمي وهم مقدمين على أي إنسان يجب أما أجا أوزع تركة إنسان أشوف مين صاحب الفرد اللي القرآن قال عليه ودولة يقدموا على ما يسمى أصحاب العصبات يعني قريباً أصحاب الفروض يقدموا على يعني الأخ العم أي عصبة من العصبات طبعاً ما عادة إيه؟ الجد والأب والنظام ده لكن تحدث مسألة من خلالها النفوس بتشيل يعني لو صح القول ومعنا تصالب أستاذ أحمد بكافر الشيخ أستاذ أحمد السلام عليكم السلام بصحة الفرد الغني وأنت بصحة وخيرة إذا أحمد فضل سيادةك بتتكلم ذات عن الموريس والشجاع والقانون نعم بتتكلم عن الموريس بين الشعار والقانون نعم الدولة غفلة إن فيه إخوات من أبو بكرة إخواتهم دولة إيه؟ غفلة عن إني إخوات من أبو بكرة إخواتهم التنينيين الضرارين يعني ما هو يعني؟ يعني أنا إخوتي من أبو زور ولا وزوف ولا المرضية وضيع حقك وتعملت وضيع حقك ليه؟ أنا متعانتش بالتزور على الكلام ده ليه؟ أنا ظروف المددية ما عنديش خالص فيني في الولد والمحاكم والمحامين مش قابل القضية لأي أنا بركة هنجري وأنا ما عايش في روس كبار البلد فيني يا أحمد وكبار عيلتك والناس ما فيش كله بيولس وبيدلس كان مقاضي بيقضي بيقضي هاش فعلا كان مهمور شرطة أو كان عمدة والموضوع صل الشرطة وجبتهم قرارة إزالة لكن في طرع الأرض الزراعية ده عشر و اتنشر فتدام و أرض مباني و أربعة خمسة ستنا مليون ما فيش فائدة المفروض في حل يا ابني المفروض في كبير يقعد ما فيش يا فندم يعني أخوك من أبوك يعني في مقام الأخ الشقير كمسة يا فندم كمسة اه طيب ما شاء الله يا ابني خمسة رجالة طيب انت لك أشقاء ولا ملكش أشقاء ليه أختي واحدة شقيقة يعني اه 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 اخواتك من أبوك كم أخ خمسة رجالة من الأب وانت وأختك من زوجة أخرى يعني اه طيب يا ابني ما هو طيب يعني طالما بص يا أحمد طالما فيش حل عور فيك وما فيش الكلام ده كله مش حال يدخل مش حال يدخل ليه ما خلاص يبقى اعمل اللي عليك بالقانون يا أحمد يعني اخلاص انت ممكن تروح تقدم يعني شكوى في النيابة او تعمل ما أهضر النازل 終ат ساعدني ومن حافظ تناشد ولاية الداخلية والدناف철 انا 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 اشدك بص يا ابني اسمعني يا أحمد انا 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 اتشدلك الدنيا كلها لوالأمر في ايدهم لكن النهاردة ده مراس بينك وبين إخواتك بتقول انهم زورهم رأيس جمهري يعمل ايه؟ الموافظة هيعمل ايه يا ابني؟ هات gebruكي هاتести لواية بحكمنا قانون ناس زورت فالنهاردة ما تقولش التكلفة وما التكلفة روح اشتكي اعمل اللي عليك واخد قطوة ولا يضيع حق ورائه يعني مقاتل أو مطالب فما تقولش المسؤولين هيعمل ايه المسؤول دي مش مجامل المسؤولين وبص يا عم اتكلمني برضو بعد الهوى جايز رب يعني اقدر اساعدك يا ابني لو ما تاش قادر انا عراسي اشوف لك القصة دي ايه متشاكرا يا عم ادى فندم او يا اخواننا حالة من الحالات اللي بنتكلم فيها اهو ناس اهوت اخوات من القبض حرموا اخوه من ابوهم وعلى قوله زور طب خليك نصرح بقى ازور امام الله سبحانه وتعالى يعني قول امام ربنا انا زورت قوله يا ربنا زورت عشان ما كانش عاجبني ان انا ادي الاخوية الشقيق لانه هيقض زيه بالضبط فسبحان الله العظيم يا رب ده كلام الله كلام يعني كيف تصلي او كيف تحج اي كيف تزكي واعمل كل الخيرات وتعطي الفرد الله ده امر نهى عنه الله تماما لذلك قالك تلك حضور الله فيعني دي مناجدة بيني بقى مش لمسؤول يا احمد من كفر الشيخ دي مناجدة لاخواتك اتقوا الله اتقوا الله والله هتموتهم والله العظيمة تقفوا بين يا دي حكيم عليم وهيسألكوا على الامور دي كلها هيسألك ليه ضيعت اللي ربنا قال بيه ونص عليه فده اخواننا امر مفيش فيه ادنى جدال واللي بيتخطى ذلك بيتخطى حدود الله وهو حر طيب اترك فيه مسألة اسمها المسألة الحجرية او المسألة العمرية او المسألة المشتركة سيدنا عمر عملها من باب جبر الخواطر باب جبر الخواطر ازاي؟ احيانا الانسان بيموت وبيسيب اخوته لامه يعني اخواتي من امي اخواتي من امي دولة اخواننا ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم فرض في القرآن فرض الدوم التلت تلت وفرض موجود في القرآن الكريم يعني اخواتي من امي يقدمه على اخويا الشقيق شو بقى لانه صحف فرض تركز في الكلام ده يعني الاخ من الام يعني اللي يقولي يعني هو مش اكثر قرابة من اخويا الشقيق ربنا سبحانه وتعالى ادالهم تلت في القرآن وياخدوه قبل ان يأخذ الاخ الشقيق بيحصل ايه بقى؟ الاخ الشقيق في الحالة دي بياخد الباقي يعني ما يتبقى من المراس بياخدو بياخدو ازاي؟ طيب هندي مثال عشان نوضح القصة يعني رجل مات سب زوجته سب بنتين سب ام وسب اخوة اشقاء واخوة الام سواء اخوة الام اخ واحد او اخين او اخ واخت ايا ما كان الوضع يبقى ام زوجة بنتين ام اخوات واخوات اشقاء واخوات الام نجي نوزع التركة هنا هنلاقي الامة تاخد التوم التومي ليه؟ لوجود الفرع الوارث اللي هم البنات والبنتين هياخدو التلتين والام هتاخدو السوت دي فروض بقى زي ما قلتك دي فروض في القرآن توزع قبل اصحاب العصبات معالي سيد نبيل اتفضل انا معاي موظف فيني في ملاك الدولي بدار السلام اه يا حبيب ايه نبيل خير اتفضل اموظف اسمه حاكم فحاكم وفرس انت موظف فيني نبيل بدار السلام مدرس دار السلام مركز دار السلام طي اتفضل طي معاي حتة طارد بيعتي واستصلحت حتة في الجبل 228 فدان هو نصب عليهم نصب عليك 200 و نصب عليك 200 ألف اجنية يعني مين فاهمني يا نبيل مين اللي نصب علي مين انت روح تستصلحت أرض يا باشا هو ديت متوظف اسمه حاتم يفهم لك الدولي بدار السلام عمل ايه حاتم ده هو نصب عليك 200 ألف اجنية في الجبل ليه عشان ايه خده منك لانه يملك لك حتة والكلام من داته ولا هو يملك ولكن كل يبني دلوقتي أرتك في قانون صدر مؤخرا اللي هو بيقن الأوضاع وبيقن الأوضاع طيب طيب بص يا نبيل بص يا نبيل أولا الحمد لله انه عندنا جهاز اسمه جهاز الرقابة الإدارية جهاز الرقابة الإدارية جهاز شريف وجهاز بيضرب من يد من حديد على الفساد فالنهاردة أولا انت يعني مش عايزي برضو قولك انت يعني ما كانش يجب تدلو بب الكلام ده كله ما انت برضو غلطان يا نبيل يعني ما انت دخلت برضو بطريق ملتوي لكن أيا ما كان الأمر قصة تمليكك بوضع اليد خلاص وضع عليها قانون والدولة نهاردة بتقنن وكل من هو واضع يد بيلجأ بحاجة اسمها بيقنن وضع يده والدولة ميسرك الكلام ده كله وفتحت لهذا الأمر التقنين ما يسمى حساب اسمه حساب حق الشعب مفتوح في بنك الآلي وبنك مصر أولا في البنكين دولت بس فبتروح بيعونوا عكشوات إجراءات بيجوعينه بيقيمه الفدان بتدفعه بيقصتهم لكن نبيل ولا حاتم ده قالك تعالى وخد 200 ألف جنيه لا انت تشكيه وأبسط وأبسط ما يمكن لكن الوعي مطلوب الوعي مطلوب خالص اسأل مفيش عيب السؤال اسأل يا أخي أنا عند أرض وضع يدي أعمل إيه لكن حد خدك أو أنت حوالت يا نبيل برضو يعني تاخد يعني طريق غير مشروع فده كان جزاء الأمر لكن يا ابني أمامك تقنن وتروح تقدم بالطريق الشرعي واشتكى هذا الرجل في الرقابة الإدارية اللي هي وجهاز مباس الأموال العامة ناس كلهم شرفاء وناس كلهم حرصين على أموال الدولة ويضرب يد من حديد على أولئي الفاسدين نرجع أخواننا للمسألة المشترك خلاص يبقى الراجل مات ساب زوجته وسب بنتين وسب أم وسب إخوة شقاء وسب إخوة لأم الأم هنا الزوجة هنا هتاخد التم البنتين هياخدوا التلتين الأم هتاخد السدس الإخوة لأم هياخدوا التلت الإخوة الأم هياخدوا التلت بقى عندنا تمن والتلتين وسدس وتلت هنلاقي إن الناس بتوع أصحاب الفروض خدوا كل التاركة ما تبقاش حاجة للإخوة الأشقاء لأن قلت لك إن أصحاب الفروض بيقدموا على مين على أصحاب العصبات فالأخ الشقيق لا أخوه من أمه بيرس من أخوه وهو ما خدش حاجة فأمر يعني أسر نفسه فراح لسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه وقال له يا أمير المؤمنين هب أن أبانح حجرا يعني أبونا ده طوبة أو أعزاكم الله أو حمارا أليست أمنا واحدة الرجل زعلان أوي يعني دمنا واحدة إزاي ويأخذ وما أخدش فسيدنا عمر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يعني يتقول إن سيدنا عمر عدل لأن دي أمور بالاجتهاد وقبل من التكلم في دي وسيدنا عمر قال إيه أنا أخذ إسلام من القيارة تفضل إسلام أيها إسلام تفضل تابعه منتزك إسلام فالرجل راح لسيدنا عمر قال له هب أن أبانا حمارا أو حجرا أليست أمنا واحدة يعني إزاي أخويا من أمي يا أخد وأنا ما أخدش ما تبقلوش حاجة فسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه وقلت لك أنهما النبي قال عن صحابته صلى الله وسلم قال صحابتي كان نور بأيهم اقتديتم اهتديتم سيدنا عمر من فرق الحق من باطل وسود قبل القرآن الكريم في كذا موقف هذا هو الله إنه قال له إذا تمت هذه الحالة إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الأخوات أو الإخوة الأم وجنا نوزع المراس لأن الإخوة الأشقاء اللي عصبت أخوهم ما تبقلهمش حاجة فبنمشارك بنعمل حاجة اسمها تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم في التلت شو بقى جمال الدين لو دي المسألة دي تحققت بس رضي الله عنه اشترط إن ما يكونش باقي حاجة من التركة أصلا يعني التركة ما تبقاش ما تبقاش منها أي شيء وأكملكم بعد ما أسمع اتصار من حاجة موائل اتفاضل يا موائل جزيك أستاذ المشار تاكي وكل ساون طيبة ماما أنا أخذك وأنت طيبة أنا كلمتك الأسبوع اللي فات عن العلوات اللي هي الخمسة الخمسة آه 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 الخمسة تمام إحنا خذنا ثلاثة في 2006 وققنا اتنين وشكينا وخذنا بعد الناس أخذت وناس ما أخذش من الزمنة بروبو عليك طيب أنا فاكر الكلام ده إن أنت ما اشتكوا واخدوا وإنت ما أخذتيش الاتنين اللي غيرت الوقت يا موائل ولا لسه لأ ما أخذتش لأنا ورا جوز لأنا جوز كنت كل شغالين في شركة ترالدستر طيب ماشي طيب أنا قلتك أيهما اشتكوا فالناس الناس ما احنا قلنا للمحامي يعني ممكن نرفع عواضي تاني بس تتلمي كل زميلك وزميلي نفسوهم ماتوا وفضل يعني يعني يا حاجة موائل ده أمر أقاراته لمحكمة دسترول العلية وطالما صرفتك الثلاثة من الخمس علوات وبقى اتنين يبقى لك حق يبقى هو ازاي بيمنع الاتنين دي يعني نهاردة هو بيقول بيقول ايه هو بيقول لتفضل انت بيقول ايه بيقول لي ممكن بس تتلمي كل المجموعة زميلك لمن فقط اتنين ولا ثلاثة نصوهم ماتوا ونصوهم عايشين يعني بتاع معرفش زميلي لان انا احنا طلعين من سنة ألفين بالضبط معاش مباكر شوف يا موائل شوف يا موائل بص حبيت انت لك حق واقلت لك عليك كلام ده كله انت تتوجهي لمجلس الوزراء تقدم شكوى وفيه خط ساخن 16-528 اكتب الرقم ده 16-528 لاي حد في دين يا اخوان لاي حد المشاهدين مجلس الوزراء يعني صد راحب جدا وبيتلقى اي شكوى ايا ما كان نوع ده كلام حقيقي ومش مجاملة اي شكوى ايا ما كان نوع وبيبعتها للجهة بل وبيتابع كلام ده عن تجربة في شكوى عديدة تم تقدم وبيسرع جدا وبيسرع في الكلام وبيطلب الجهة شيء بصراحة يعني انه حيي الوزارة وانحيي مجلس الوزراء على هذا الامر بقدمه للناس 16-528 فيه موقع عنديت عشان مش عايز اشغلك به انتي تقدمي بالشكوى دي وقولي انا صرفت الثلاثة وعطلوا الاثنين وبإذن لا حقك هيجيلك لان حقك ومعانا تصال طالد استاذ خالد تفضل حاج محمود تفضل حبيبي اهلا اهلا تفضل استاذ خالد ازاك يا سيد المستشار الله يبرك فيك تفضل حبيبي عربنا يديك الصحة احنا كنت عايز اسأل حضرتك انا برضو موضوع المراس ده واقع فيه برضو اخواتي وقلين مراسي انا واختي واحنا مش شوعة والدي والدي مضالهم كل حاجة وهو كان في حالة مرضو يعني لا حاوله قتل فطبعا مراس بمبلغ كبير يعني ده بلد الازهر يا عم خالد الناس دي ما بتفهمش الناس دي بيتجروا بكلام ربنا يعني ايه يعني هيجر راجل في موتو او في مرض موتو ومضوه راجل مشوقة باله بيعمل ايه ده والله بيأكله في بطنون نار يا أستاذ خالد أنا مش عارف ايه ده لكن منيحة قانونية خلاص انت لو أثبت ان تصرف القب كان في فترة اللي هي مرض الموت ده كل تصرفاته باطلة بطلان مطلق ما فيش ها كلام يعني لو أثبت هذا كلام وعملهم عقد مضاهم او مضوه او بصموه او او الى قيره الكلام ده لو أثبت انه في فترة مرض الموت يبقى كلام باطل لكن يا اخواننا تتنصحوا ربنا برضو اخوة شقاء واخوة لقب ليه كده يعني ليه هتاخد ده هتعمل بيه ايه والله فانية وهنموت وهنقابل ربنا مش باقي يعني يعني خلاص هتسأل أمام ربنا عن كل شيء هتسأل عن الفتيل والقطمير والنقير هتسأل عن شبابك وهتسأل عن مالك من أينك تسابت وفيما أنفقت هتسأل كل حاجة فما توفض دم ربنا ده احنا هيقول لك ظلامت خلت ليه هتقول وصل ده عشان أخوة ابو نبوية مثلا أو الأم مش واحدة احنا احنا نسين يا أخوانا لا والله احنا عارفين بس احنا بنتناسى للأسف للأسف بنتناسى والشيطان بيلعب بيكو لعب ممتاز عشان يخرجك عن حد من حدود الله والله هذا الحد فيما يخص الموريس يساوي جميع الحدود كمن وقع في زنا أو وقع في قتل أو وقع في أي أمر لأنه بيخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى فالموريس نفس الكس ومعرفش التقاط على الموريس ليه بالذات وبتمنعهم أو عايز توزع يعني ليه ده ربنا قال كده يوصيكم والله في أولادكم للذكر مثل حظه النسائين هم أيتين أو تلاتة في صورة النساء آخر آية وأيتين 11 و 12 فيا سيدي يا بخت مين اللي نفس كلام الله ويقرأ ويتدبر والكلام على فكرة الشرح بعضه وأنك تستوعب هذا العلم شيء بسيط أو اسأل اسأله آلة الذكر إن كنتم لا تعلمون وبرق نفسك أخي وارحم عظم الطرب والله لو بك عمل كده وتصرف والكلام ده لو بتحبه فعلا ومن باب البر ارحمه في بكانه ارحمه في قبره عدل اللي هو يمكن أخطأ فيه يعني بصراحة شيء يعني والله يسير الحافظ يعني يسير النفس أي هدوء في نفسك بيخرج لما بتسمع الكلام ده يعني مش عاجبهم كلام ربنا وحاشا الله يا رب يعني نستجير بالله ونستعز منه ورب نكون كده ورب نهدي النفوس يبقى نهارد يبقى نهارده يا أخواننا الرجل راح لسيدنا عمر في المسألة المشتركة وقال له هب أن أبانا حجراً أو حماراً أليست أمنا واحدة ده أمنا واحد إزاي يقول فسيدنا عمر قال له ما شايد يعني الجبر الخواطر والحفاظ على صلة الأرحام قال لك إذا اجتمعت هذه الحالة والتركز تغرقت تماماً وما تبقاش أي شيء يبقى يشرك الإخوة الأم مع الإخوة الأشقاء يتشركوا مع بعض ومعنا اتصال أستاذ علاء تفضل نور عليكم مع المستشار أهلاً 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 بك حبيب تفضل أهلاً تفضل نور الشاشة والله نعطي مع المستشار الله يجبر خطرك يا حبيبي وحمد الله على سلامتك الله يجبر خطرك وجعلك يا ربي بالفعل عليين الله يجبر خطرك وحمد الله على السلام يا حبيبي على موفقة وحلقة المواريس والأم حلقة الضام الله يصلح لك يا ابني وبرك فيك ربنا ينفعنا بك إن شاء الله بإذن الله تعيش على اتفضل لو أي سؤال اتفضل أمورني ربنا يخليك أنا خطيك بس أهلاً أتطمن على حضرتك وإيه ما تحرمش على اتصال الجميل ده واتحبيبي وأنا برضو أطمئن عليك وبشكرك على اتصال الطيب وألف شكر يا علاء وربنا ينفع بك وتسمع الكلام وأنا عافية أنت من أهل الخير يعني فيأخواننا سيدنا عمر قال إذا توافرت هذه الحالة هنشرك الأخ الشقيق أو الإخوة الشقاء مع الإخوة لأم تعال بقى شوف جمال الشريعة للإخوة اللي قولك للذكر مثل حظ اللي عجيب في هذا الأمر بس شرط تطبيقه إن ما تبقاش شيء خالص من الترك ولا جنيه ولا أي حاجة لو تبقى أي حاجة مهما كانت قليلة أو وصلت للدرجة دي ما تتطبقش المسألة هتأخذ اللي ربنا أساملك وخلاص شرط تطبق ما بقاش شيء خالص zero فيشركوا في هذا السلس اللي خده الإخوة لأم عارف بقى في الحالة دي بيحصل إيه نفترض الإخوة لأم زكور وإناس والإخوة الأشقاء زكور وإناس تتخيل في هذه الحالة إن التلت بتوزع بينهم بالتساوي ما فيش خادة هنا لذكر بيصد حظرهم زيين وأوضح لك أكتر بعد ما سمع اتصال الأستاذ جمال باش يا باش اتفضل اي اتفضل يا جماعة اتفضل اتفضل يا حضرتك نعم ايو يا باش معاك يا جمال اتفضل ما قول لحضرتك أنا جئت خارب من البنك ستاشعر ألف كان عندي لهم ست طيب من البنك طيب وبعدين ماشي يا باش اي وبعدين ايجت موضوع الكورونا فياتك واتلهم أنا هطلع معاش إن شاء الله ماخدوش ياخدوا الفلوس فياتك من المكانة خالص قاعدت أربع شهور فيها الفلوس ايه يا جماعة يعني التزديد ايجا مال ولا ايجا بالزبط بياخدوا مني خصم 820 جنيه حضرتك تمام تمام وبعدين قالوا لا قلتهم انت بسياتك اللي اتخسرت بسعة تشهر ثلاثة ثمانيات ومانيش عايزي الفلوس عشان هطلع معاش تمام وماخدوش حال وماخدوش حال ايه يا ماخدوش ياخدوه اه فانا اخدتها بقى الست شهور دول تمام وبعد كده بعد كده حضرتك لو تكرمت خصم شهر تتع بالكامل المرتب بالكامل احاول قتل بالله ورجع وخصم شهر عشرة بالكامل طب ليه ما اني بقول لي قال لي انت اخدت فلوس الكورونا قلت له طب انا قلت له جات لحضرتك وانت فلت بسعة تشهر ثلاثة ثمانيات وقلت له انني مانيش عايز هي لاني اطلع انا عايش حضرتك طيب يا جمال هقولك تعمل ايه حاضر اي حاجة تاني يا جمال طيب هو للأسف مش هايز اقولها يعني حصل خدعة او ايه اللي حصل بالزبط فيما يخص فترة الكورونا جت اعلنت البنوك ان هي هتوقف تحصيل اقصاط القروض مش هتاقد الاقصاط الناس ظنت الناس ظنت ان هم مش هيحصلوا تضامنا مع الناس وما فيش فوائد واني بعد الست شهر هيبتدي يحصل فوائده تاني بصراحة لم تكن البنوك وضحة في الجزئية دي هي بينت للناس ان انا واقف معاك وان انا بساعدك وان انا ما باخدش القصط المستحق والناس اعتقدت وكان اعتقاد جازم ان ما فيش فوائد على القصة دي ويمكن ده اللي حصل مع جمال الراجل تصمم وراح قال لهم خدوا الفلوس احنا بعد كده عرفنا بقا ان البنك قالك انت مخير يا بين تسدد او ما تسددش ونأجلك لكن ما تكلمش على قصة ان هو لو ما سددتش او اجلت سدد هياخد فوائد ما ما قالهاش فالنهارده انا اعتقد دي برضو يعني اوما ما كانتش يجب يحصل وهنكمله بعد ما نسمع مكالمة سواء محمد من اسكندري تفضل اوز محمد السلام عليكم عليكم السلام تفضل حبيبي بقول لها حضرتك يا باشا انا رجل حاجز وعندي خمسة عندر اتنين وستين سنة واستبت بتاحت مريضة ربنا تلصح عملنا الفيزة عملنا الفيزة اللي هي بتاعت تشلت معي اتياب ايه تمام قالونا طلعونا واحدة رحت استلمها قالولي دي ضاعت قالولك ايه ضاعت طيب ورحت تاني قالول ايه اعمل واحدة تانية عملت واحدة تانية رحت استلمها الدولي القديمة والجديدة ما رايعوه يعني ما ايش عارف وانا ايش عارف وبقال لي سلاتين على كده بمدواخرني ورحت للمديرة بسيدي بيش برضو قالتلي انا مليش فيه يعني ايه مليش فيه يعني هما طلعو لك الفيزة وضعت منهم وبقال لك طلع واحدة جديدة طلعت جديدة رحت القديمة موجودة طب ما يفعل ليه كان يجب يفعل لك اي من الفيزة دي او الفيزة وطروح تقبط قالتلي مليش فيه يعني 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 اعجز والهيال سنديني افهم يا ابني افهم يعني ايه مليهاش فيه يعني ايه قالتلي لذلك 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 انا انا بشكرك يا محمد لذلك يعني 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 عايز يعني ازوف بشرة لمشاهديننا الكرام بصراحة ده امر يعني يسير لش مئزاز انا هنحاول من الحلقات القادمة بإذن الله هنجيب ارقام المسؤولين ونكلمهم على الهوى يعني نكلم الست اللي في سيدي بشر اللي مسك التأمينات هو الراجل ضاعت يعني مستحق وطلعتو له فيزا وضاعت ماشي رغم انه اهمال وطلعتو له التاني جاب التاني راح لقى الاولى موجودة تم اتفعلها له يبقى ازن هو مستحق فبإذن الله احنا نحاول نعمل الكلام ده ونحاول نجيب ارقام المسؤولين دي ونحاول والله نساعد مع الناس على قد ما نقدر وبرضه الدون لسه بخير لان فيه ناس شرفاء لكن كل راجل عاجز و 62 سنة وبين حالته يا سيدي وقف جنبه لله وهو مستحق طالما الفيزا طلعت فيعني لا حاول او لقوة اللي بالله العظيم فجاءت التشريك في قصة التلت ما بين الاخوة الام والاخوة الاب بياخدوا بياخدوا متساويين اذا هنا عاضر معنا رشا تفضل يا رشا شايماء شايماء تفضل يا شايماء عليكم السلام تفضل يا شايماء انا كنت عايزة اعرف انا ابو والدي متواصل من حوالي سبع سنين ايو واخواتي ووالدتي رفضين نهاية ان هم يدوني الورثة تاني ليه ان شاء الله ليه اه هو الورثة بيط نص البيت باسم ماما والنص تاني كان باسم جوابه تمام انا مش عارف اعزبت اي حاجة لان انا مش معي الورق كله مع والدتي انا ده انا دلوقتي طلبت الورث انا مثلا حصل انفصال بني وما بيني جوجي حصل طبق غيابي ومسافر في الورثة وانا مليش اي مصدر راسي فانا طلبت الورثة عشان كده لان هم كمان موقفش جملي والدن عنده سبعتين ونص عنده سلمات توحد طالدين مني ان انا روح ادي الاهل بابا وراح اعرض معاهم ده عشر طور وبرز ما يبينيش ورثة وقفلين الدنيا كلها في وشي ولا هم شغلة عارفة عنده باشتغل ولا هم بيساعدوني في عشتي ولا بيساعدوا ابني ولا كمان رادين يدني ده انا اسف التعبير يعني ده الام دايما بتبقى مع بنتها يعني وحبيبة بنتها ده موقفها غريب قوي يا بنت حاجة غريبة يعني يعني والله حاجة تخالف النموس يعني او تخالف الطبيعة اللي فطرنا وجوبلنا عليه ان الام يعني دايما مع بنتها فوضناها يعني هي واخواتي كده خلاص بيعطلوا اللي ربنا قال عليه وهقولك تعملي بالقانون ايه لكن يعني هجاوبك يا شايماء لو اي حاجة تانية تسأليني قبل ما اتكلم في حاجة تانية يا بنتي مش هكرا يا شايماء يا ام شايماء او يا ام اي حد فيهم يعني اتق الله وما تزجيش باولادك للتالكة ان ياكلوا مال مش مالهم ده مال مراس وابوها سبلها يعني سطرها باي حاجة وبعليين طلقت وبعليين دي ظروفها مش عايزة تعطلها ليه مش عايزة توزع ليه فيه اجراء يا شايماء بس للأسف واجراء يعني هيبقى قاطع للراحم بقى بس اجراء قانوني توقع اخوانا فيه حاجة اسمها جنحة جنحة منع مراس او جنحة عدم توزيع مراس بس مو متثبتي ان الوالد له مراس طب انت مش عارفة البيت فين او كلام دي كله بتروحي تطلعي من الشهر العقاري او المصلحة اللي انت رائبة منها ما يسمى بشهادات سلبية او بعنوان العقار يعني ابحث في الشهر العقاري بازنها ممكن يطلعي لك سند الملكية لو كان العقار مسجل او بشهادت الشهود ان الراجل له املاك ويهي مش عادة توزع فالجنحة بتقام يبتبع من باب الضغط على الناس انه هم يدول لناس حقوقها انه يدولها مراسها اللي بوها سابولها اللي ربنا سبحانه وتعالى اقاروا من فوق سبع سماوات فده شماء السبيل لكن من عندي حولي تشوفي جيبي ناس طيبين ناس لهم تأثير شيخ المسجد او حد له كلمة في الشارع او كبير في العلة يقولان الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه ونتقل لله ومعانا ام محمود برضو تصال اتفضلي ام محمود السلام عليكم عليكم السلام وحط الله اتفضلي ست والله حدثت انا دلوقتي ابني انفصل عن مراسة وبقاله ثلاثة اثنين وشوية طيب فقالوا عليه اواضي وكده ووية ابنت اللي كانت مش عايزة وقالت حاجتها وكلها بس ما نقلل بالراحة يا محمود يا محمود بالراحة الكلام حدثت بالراحة تفضلي ابنك زوجتك انفصلت عنه وبعدين ده ابني الفصل عن مراسة طيب طيب وبعدين ايه اللي حصل فوالتها رفع اواضي وطبعا من الزاب اللي اني حصل بالنفق او الكلام ده كله فقلنا ندفعها مش مشكلة لكن مناعنا ان احنا نكد الحفيرة بتاعتنا او نشوفها او يبعا مثلا يجبوها لنا يوم او احنا نرخل الصفة ممنوع بقى ثلاث سنين ونص حاضر اجاوبك انا يا حاضر حاضر عناية محمود حاضر هقولك تعمل ايه اه 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 في اخواننا ما يسمى دعوة الرؤية دعوة الرؤية ده حق مكفول للأب والأم والجد والجدة من حقات شوف احفادها ومن حقات الاب او الام حسب الحاضرانة فين او كان بس في الغالب بتبقى مع الام فيامو محمود بترفع دعوة اسمها دعوة رؤية دعوة رؤية امام محكمة الاسرة ده دعوة مفيش فيها كلام المحكمة بتلزم الحاضن ان هو يجيب المحضون او الود او البنت في مكان عام او حسب ما تحدده وبتروحي شوفيه يعني اعتقد مرة في الاسبوع اه في مكان عام وبتثبيت الكلام ده في دفتر للأسف يعني يعني اخواننا تتمزقه الاواصر ليه ما تخلي الحفيدة تشوف بنت ابنها وابوها يشوفها ويقومها البنت هتكبر واتقول ابوها يعني ما تبصوش ساحة رجليكو الزمن هيبقى له تصرف اخر يعني اتقوش انتم ملكين القصة وبتتحكمه وتضيعه او بتاخده من بعض بالطار على حساب البنت او بتخلصوا حقوق بينكم وبعض على حساب البنت وملها الزنب ان تطلع ما تلاقيش ابوها او ملها الزنب ان تطلع تلاقي الدنيا مفيش فيها اب رغم لكلها اب وقد يكون اب محترم فليه تحرميها من الكلام ده او تحرموه او تحرمو جدته ده هو في الاصل ابوها وهو دمها وهي العصبة بتاعته وهي اللي هترسه لكن كده لا لكن بالقانون يا محمود تقدر ترفع دعوة رؤية لو هي تعسفة هزيز زوجة في الكلام ده كله بنقدر نرفع دعوة يعني دي من المسقطات الحضانة ان هي ما بتخلنش تشوف حفيدي او الاب مشوفش بنته وتسقط عن الحضانة وتروح للتالي من من الاصحاب الحضانة في الترتيب الموجود المسألة المشتركة دي اخوانا كانت رد طيب جدا من الشرع الاسلامي على الذين ينادون بايه يقول لك المساواة الرجل بمرأة ومش عارف ايه كلام ده كله وليه الرجل بياخد اكثر من المرأة رغم ان حالات القرآن الكريم حالات كثيرة جدا جدا ترس الانسة اقصى من الرجل ما تاخدش بقى ان هو اخ او اخت او كامل الانسة بصفة عامة بترس اكتر من الرجل في حالات كثيرة جدا متعددة ومعالي كثيرة اتصال اتفاضل 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 حبيبي اتفاضل 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 ايه شوفت أخواننا أده سؤاله هو تبس دعمل بيسأله الحالات هي مش حالة يا أحمد بس ده هي حالات كتيرة جدا الأنسة ترس أكثر من زكر كان لسه المثال يحنا بيتكلمه دلوقتي البنتين وفيه إخوة أشقاء ده أنسة وده زكر فالبنتين بيأخذوا التلتين أكتر منه أكتر منه أحيانا العصبة دوت لو فيه بنت واحدة بتاخدوا النص نص تركت أبوها ولو معها حد أخ أو عم أو إلى ذلك هي بتاخدوا أكتر منه وأحيانا ما بتبقلوا الشيء وأحيانا تسد إن الأنسة دي أحيانا بتحجي بالزكر فيه حاجة اسمها عصبة بالغير هو الكلام يا أخواننا متخص أوي لكن أنا بحاول أبسطه بالقدر اللي تقدر تلمي به معلومة أو تقدر به تدافع عن دينك أو تقدر تتكلم به إن الدين مش كده ده الدين إعطى للأنسة كثير أحيانا الأنسة دي بتحجي بالزكر أحيانا يعني عارف الأخت يعني أختي تتعصب مع بناتي بتحجي بأي زكر بتحجيبه بس يعني عن الجد والأب بتحجيبه حجب يعني ما ياخدش يعني بتحجيب زي ما الزكر أو العصبة بيحجب فإذن قول إن الرجل بيأقذ أكثر من مرأة ده هي للزكر بيصدح زي فيها حالات معروفة وحالات معدودة لكن حالات كثيرة جدا الأنسة بترس أكثر من زكر لو أنا ليا إخوات من أمي زكور وفي بنات لا بيرسوا أكثر من أحيانا الأم ترس أكثر من من برضو من أخ الأمة أو أخ الأب أو الأخير فإذن القادة مش زي ما يقولوا كده أم أم بيفطروا على الدين وبيدعوا أمور مش في الدين إن هو الأنسة مظلومة لكن ده الدين نصف الأنسة بل وجعلها كل المجتمع يبقى بفكركم القواعد العامة في المواريس اللي يجب حضرتك تطبقها لو حد توفى وساب مراس أول حاجة يا أخوانا بنحط أمام أعيوننا أصحاب الفروض من أصحاب الفروض اللي تقالوا تقريبا في آية 11 و 12 من سورة النساء وآية الأخيرة في سورة النساء دولة الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظه النساء كده تمام وفي ما يسمى مراس الكلالة ومعانا أمو مكة تصلت فضيلة أمو مكة لو سمحت أنا عمي وأبويا ماشي أيوه يعني عمي كان عامل لوالدي التنازل من البيت الكبير طيب وإستاد أن ياخد أصاده هو توسع يعني أرض فاضية تمام وأبويا أنا يدنينوا البيت اللي فاضي دوت وقعدوا مزيز زي مزلس عرفي كده اللي هو رئيس التمعية في المجتمع والناس بتاع أهل البلد وكتب فيه التنازل والتنازل دوت كان مع واحد من الأعضاء الكلام ده كان في 87 دلوقتي عيال عمدي اللي هو المفروض اللي يوريثه عم دوت يعني الوقفين عايزين حقهم في البيت الكبير وعني أصلا عمي فيه التنازل وقدمنا الكلام ده في المحكمة فالمحكمة ركضت بحيث ان ايه؟ قالوا عايزين القبل بتاعة الورقة واحنا دلوقتي الحاليا لقينا واحد عضو من الأعضاء اللي ماضي في الورقة وهم جابوا من النيابة دلوقتي هلو بتاعجابه من النيابة ان هما يحقلهم التمكين في البيت فأنا عايزة عرف هما يحقلهم التمكين ازاي؟ والورقة السادة اللي والله يموجودة معانا وفيها اخسام الجمعية السنمية في المجتمع وفيها اخسام بتوع البيت يعني زمان ايام سمانين مستشفين يا ام مكة يا ام مكة يعني الورقة اللي هي العرفية اللي تمت بين الوالد وعمك مش كان عليها شهود يا بنتي؟ اه كان عليها شهود الغريبا ان شهود معظمهم مات ما عادة واحد بس من يعايش طيب اصل الورقة فين؟ ما هذه اصل الورقة والله يمتلاقيينها الاصل الورقة اللي كان عمي بقى وقد هو وتوفى والله حسب من الاعضاء المتوفقين والله ما نعلم بيها ولكن احنا معانا ورقة وعمي خاتم معانا ورقة معانا تنازل معانا تنازل من عمي لابويا مكتوب تنازل ولا بيع وشيرة ولا شكل التنازل دي ايه لا مكتوب تنازل تنازل حقه من البيت الكبير يعني في ذلك انه هو هيخد التوسع وابويا انا يجينه التوسع وفعلا ابويا خد التوسع وبنهوله تمام تمام طب يا بنت شوفي اي سؤال تاني ممكة شكرا يا سيدي كل شوفوا ممكة برضو ده قصة برضو يعني يا ايه الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايه الذين امنوا اوفوا بالعهود ده ربنا طلب كده اوفوا بالعقود يعني العقد قلاص العقد شريعة المتعقدين وامام الله صحوانه وتعالى هتسأل عن عدم انك لا توفي بهذا العقد او العهد فالنهاردة يا اخواننا يا رايبوا ممكة لو كان الراجل فعلا عمل وقسم وكامده كله نقر هذا الكلام وتقدر يا ممكة تجيب شهادة الرجل الموجود وتقدر ترفعي دعوة فرز وتجنيب وتثبتي هذا التنازل اللي كان تم بينهم وحاول تثبتيه بكاف الطرل الاسبات ان ده حصل وكان واقع موجود وشوفوا مرة عليه قد امن الزمن يا اخواننا دي حدود ربنا صحوانه وتعالى دي الحدود اللي ربنا صحوانه وتعالى فرضها وتلك حدود الله ربنا صحوانه وتعالى نهى ان تهتك تلك الحدود يا مانع المراس والله هتسأل امام الله صحوانه وتعالى على امرين اكلك الحق وتعديلك او افتراءك على ما فرض الله صحوانه وتعالى لان دي امر ربنا عارف النفوس وعارف انها يحصل نوع من فساد الزمم واكل الحقوق بغير وجه حق لكن يعني لا تزر وزر وزر اخر وخليك شاطر وخليك ناصح والله مجرد انك هتموت وتخرج منك الروح هتشوف الكلام ده كل قدامك وتسأل في قبرك وتسأل امام الله وتعرف منزلتك وما تكلش حق احد الزمن بقى صعب والناس محتاجة والناس مش لقية ان شاء الله يكونوا يعني ناس معهم ملايين الملايين بس هقوم ياخدوه وزا ما قلتلك ان ما قبل المراس ما فيش حاجة اسمها مراس يستطيع الوارس اللي هو الموارس ان يفعل ما يشاء حتى لو ظلم حتى لو ظلم امره برجع لهو يا اخواننا اللي سف فيه وقت يا احمد يا اخواننا الوقت بيمر سريع جدا مع حضرتك والله وانا ببقى سعيد بكل اتصالات بجيلي وما زال على استعداد ارقامي موجودة على الشاشة وعلوان مكتبنا وجود اللي عايز ام يتوصل بيا او ما قدرتش اجاوب عليه او كان على اتصال انا في كنت اقول لي كان فيه ناس كتيرة لكن بعتزلك يا اخواننا الوقت مر والله برضو ما كان مننا موضوع الحلقة كالمعتاد اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بسامعته من رب العالمين وهنئكم بقدوم العام الجديد الذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغير فينا الاحوال وان يبعد عننا يا رب هذا الوباء وخلي باك من نفسك واحترز من هذا الامر ونفذ ما يأمر به اقول الامر اشكركم والقاكم في حلقة قديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا